اضراري صارت السرات عندي ثلاث سرات كل قرقت الادرقسون من جواه والبيت من عندي هبط كله يعني فيه ثبتات مو بأسكالة بتاعي دخلت شوف كله ثبت عندي البيت هبط والسرات قرقت حقتي ومن حارم بيتي بناتي مروح المدرسة حلوهم من يومها لأحد ويمكن لدينا لأحد الثاني ما يروح هذه المشاهد للمناطق المتضررة في مدينة مكة المكرمة حاليا تؤلم السعوديين لأنها مرتبطة بذكريات تكررت في سنوات ماضية نتيجة أخطاء جسيمة في التخطيط العمراني تعرضت لها منطقة مكة المكرمة ومدينة جدة تحديدا وجه سمو أمير منطقة مكة المكرمة بضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المعنية كل فيما يخصه واخذ الحيطة والحذر ورفع درجات التأهب والاستعداد عند ورود إشارات تحذيرية بتوقع حطول أنطار في هذه السنة بادرت إمارة مكة المكرمة بإعادة رسم خارطة التعامل مع السيول ونتائجها أحدها تسريع تقدير وصرف تعويضات للمتضررين من خلال لجان متخصصة بإدارة الأزمات طبعا اللجان تقوم بعملها بالزيارات الميدانية عندنا ستة لجان مشكلة حاليا تقوم بعملها بالزيارات الميدانية وتسجيل الضرر في الاستمرارات الرسمية المخصصة لهذا الغرض وإدخالها بالحاسب الآلي فيما بعد قد تشكل هذه السيارات كل ثروة بعض أصحابها وربما مصدر رزق وحيد لذلك كان وجود لجان متفرقة في مكة المكرمة بابا ليقين المتضررين بارتفاع روح المسئولية لدى إمارة مكة المكرمة أود أن أنوه أن المعدل السنوي للأمطار التي تهطل على مكة المكرمة يتراوح ما بين 80 إلى 100 مليمتر وأن المعدل الذي شهدته ليلة الخميس الماضي بلغ 50% من المعدل السنوي خلال ساعتين فقط كما أن كثافة الأمطار ازدادت في شارع الفيحاء الذي يشهد أعمال إنشائية في أحد مشاريع وزارة النقل وكذلك بالطريق الدائر بحي العمرة الذي شهد أعمال قص في الجبل مما سرع في اندفاع المياه وساهم في ارتماسوبها إذا تم تقديم التعويضات المزية مع تسريع الإجراءات كما يقول المتضررون يصبح غضب الشارع أقل حدة من بطش السيول ويصبح القضاء والقدر أكثر قبولا من مكة المكرمة سعود الخلف العربية